عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين لو أنت وياي الليلة العيد بعيدين عيد الحب يوم مختلف صوت المستقبل وردة رح نهديها للناس بمناسبة هذا اليوم المختلف هو يوم الحب أو عيد الحب المتعارف عندنا بالعراق خلينا نروح نشوف في الناس شنو رأيهم بهذا اليوم وإل من رح يهدون هذه الوردة بمناسبة عيد الحب هذي وردة صوت المستقبل إل من رح تهدونها رح أدية الأم لنا نعز الناس اليوم وما عنده غيرها أوكي شو تحبين تقولين الماما بعيد الحب إن شاء الله تمنالك كل الخير وإن شاء الله تظل السنة سعيدة عليها شنو يعني إليك يوم الحب؟ يعني المحبة السلام بعض الهدايا بين الحبيبين يعني للعائلة للأهل للأخو للصديق الكش أوكي عدنا وردة إليك من صوت المستقبل لمن تحب تهديها؟ أحب تهديها الوردة حياتي طبعا حبيبتي هي كي تستاهل هاي الوردة ملعتكم مناسبة عيد الحب هذي وردة صوت المستقبل أين مرح تهديها؟ والله الوردة هذي هذية خاصة لأم لأن الأم إنسانة عزها حيات طبعا ولأن هي تعبت وياها فما يكون إنسان أغلب يعني شو أنا أقول لك ما يكون واحد أحسن من الأم بهذه الدنيا من يقول هاي جزء بس من يمكنها؟ يعني الوردة شي خاص طبعا طبعا شو ما يعني لت يوم الحب؟ المتعارف عالية عدنا بالعراق هو عيد الحب هو يقدمون الهدايا اللي أحباهم أحنا هسا من إذاعة الصوت المستقبل نهديلش هاي الوردة والريد نعرف المن تحبين تهديها بمناسبة عيد الحب أو يوم الحب أهديها الأمي واللي أحبهم رب يحفظهم قليلا بمناسبة عيد الحب هذي وردة الصوت المستقبل ألما تهديها؟ طبعا أهديها الأمي لأن ما فيك شخص سهل غيرها لأنه هي الوحيدة اللي وفتوا ياه كل الوصلتني لهذا المستوي حاليا طالبة جامعة قسمة انجليزية تربية وكفتوا بكل خطوة أخطيها لما كنت في السادس معاناتس وكل شيء كانت ريايا فما يوجد شخص يستهل في هذه الدنيا غيرها حسناً، هذه البجة للمج قبل مناسبة عيد الحب هذي وردة الصوت المستقبل المرة تهديها؟ الوطن الله، زين ليش تلوطن؟ أحب الوطن أحب؟ كلمة الوطن أحب الوطن شنو يعني لتش عيد الحب أو يوم الحب المتعارف عدنا بالأعراف؟ يعني حب العائلتي، الزوجي، الأولادي، الأخوية أنت شنو يعني لتش يوم الحب؟ عيد الحب يعني من اسم لفظة الحب وأصلاً، نحن تكون كلمة أمان ومو شرطي يكون الحب الحبيبين يعني أنا ممكن أحب والتي يعني ممكن أنا إذا أمطيت الهدية ما راح تكون بين حبيب وحبيب توهيج ممكن أنا أهدية الأبوية أو الأمي كذلك حب الصديقات زين أنا، هسا إذا هديت لتش وردة من إذا عد صوت المستقبل ألم أنت تحبين تهديها؟ الوالدتي لأنه هو يعني جاي يشوفها يعني تتحارب على مودنة ووصلتنا المكان اللي مستحيل لأي والدة توصلها أنياً يعني فأكيد لا حق شكراً حبيباً إذن شفنا آراء الناس بها الموضوع البعض هدى وردة صوت المستقبل الأمة والبعض الصديقة والبعض ذا الوطن فعلاً يوم الحب وعيد الحب مختلف عندنا بالعراق يا ربي كل أيامنا تكون خير وحب وسلام وأمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة